السلام عليكم إن شاء الله نكمل في دورة حفظ متحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا في الدرس ده حديثين حديث رقم 93 و94 حديث رقم 93 يروي سيدنا أبو قتادة رضي الله عنه عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلياركع ركعتين قبل أن يجلس متفق عليه بين الإمامين البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلياركع ركعتين قبل أن يجلس متفق عليه إذا دخل أحدكم المسجد فلياركع ركعتين قبل أن يجلس الحديث بيقصد صلاة تحية المسجد أنت لما تدخل المسجد في أي وقت أنت بتاركع ركعتين قبل أن تجلس حتى تلاقي الفقهاء لما يتكلموا عن الأوقات المكروهة في عندي أوقات مكروه الصلاة فيها اللي هي أوقات تعامد الشمس أوقات غروب الشمس بعد العاصر دي أوقات كراهة في وقت طلوع الشمس دي اللي نسموهم إيه أوقات كراهة الصلاة تجد في استثناءات استثناء فين في موضوع أوقات الكراهة تلاقي منها إيه الركعيتين تحية المسجد بسبب الحديث ذه إذا دخل أحدكم المسجد فلياركع ركعتين قبل أن يجل لأن الحديث مخصش وقت معين فهو على العموم أي وقت أنت تدخل فيه في ليل أو نهار إلى المسجد فلياركع ركعتين قبل أن تجلس ودي سنة تحية المسجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى الحديث عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلياركع ركعتين قبل أن يجلس متفق عليه حديث رقم 94 عن أبي موسى الأشعرية رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت رواه الإمام البخاري عن أبي موسى الأشعرية رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت رواي الإمام البخاري مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت النبي صلى الله عليه وسلم بضرب مثل للي بيذكر ربه سبحانه وتعالى ذكر الله تبارك وتعالى باب واسع جدا وباب بتاخد منه حسنات كثيرة أوي وبأقل مجهود يعني لما تلاقي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يعني لما يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أنت بيثق لك الموازين وربنا تبارك وتعالى بيحبك فشوف ده فضلك برأوي لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة كل ده وغيره من الأحاديث أحاديث كترة جدا في مسألة ذكر الله تبارك وتعالى ذكر الله تسبيح الله تبارك وتعالى تكبير الله حمد الله تبارك وتعالى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله والذي لا يذكر ربه إن في واحد ما بذكرش ربنا سبحانه وتعالى زي إيه؟ زي الحي والميت مثل الحي والميت اللي بيذكر ربه إنسان حي حي ده إن قلبه حي ألا بذكر الله تطمئن القلوب القلب بتاع الإنسان ده حي وإنسان ميت ميت ده معناه أنه عايش في وسط الناس بس هو ميت ميت الايه؟ ميت القلب لأن حياة القلب هي بذكر الله سبحانه وتعالى هي بعبادة الله سبحانه وتعالى يبقى الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت رواهي الإمام البخاري يبقى احنا في الدرس ده أخذنا حديثين حديث رقم 93 و94 حديث رقم 93 يروي سيدنا أبو قتادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلياركع ركعتين قبل أن يجلس متفق عليه اللي يسن التحية المسجد حديث رقم 94 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت رواي الإمام البخاري وده في فضل ذكر الله تبارك وتعالى هنرجع إن شاء الله خمس أحديث من اللي أخذناهم قبل كده من أول الحديث رقم 76 للحديث رقم 80 حديث رقم 76 عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة رواه الإمام البخاري حديث رقم 77 عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواه الإمام البخاري حديث رقم 78 عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام رواه الإمام مسلم حديث رقم 79 عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه رواه الإمام مسلم حديث رقم 80 عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار متفق عليه بين الإمامين البخاري ومسلم أسأل الله الكريم أن يجمعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم على حوضه فنسق من يدي شربة لا نظم بعدها أبدا وأن يحشرنا في زمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكريم من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان طبطم يا أهل القرآن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته